موجود رو الفساد في تونس وفما ناس فسيدين موجود في حركة النهضة أنا مريتش معنديش حتى قيادي في النهضة مريتش عنده فساد حتى احنا عريانين غريانين معنا حتى فرع نكمل هاكم شفتوا في المستوى المتدني والمعارك متاع النواب والحظيظ اللي وصلوا لي بعض نواب هذا روض برلمان فيه 217 نايم على كم شا بتاع 20 نايم كل تاخذوا موقف معنايا من البرلمان بطريقة هذيك انتي قلت 20 نايم وانا نفهم الطرف اللي تحكي عليه لكن ايضا فما فساد فما مطلوبين للقضاء فما عبيد اخذيت فلوس الشعب هذا وتتعلق به من قضايا طبيض يا خوية انتو ما اعلام انتو ملايك في البرلمان اليوم وزيد الشعب يقول لك من هو فاسد لابد ان يرحل ومعايش عندي فيه يرحل فما عنا ما نقلنا احنا كإذا كان احنا دولة ديمقراطية فما قليات النايب اللي عندكم عليه شبهة واللي عنده قضية تفضلوا وسائلوه ادعيوا النيابة العمومية تستدعاها وتحقق معاها احنا نرفو عليه الحصانة واحنا النواب كل انا واحدة من الناس عملت تصريح قطولهم انا رفع على روحي الحصانة والناس الكل اللي هومة ما تعلق بهم حتى معناتها شبهة فساد رفعين اعطوا همنا هالنواب انا بنفسي نحب لعرفهم اشكون هالنواب هذوم اللي عندهم فساد جيبوهمنا انا نندد بهم اول وحدة براوا يا اخي جيبوهم الرئيس يتكلم فما ناس فساد وين هم الفساد يكشفن الحقيقة هذي خرجها يقول هيتهم هيتهم احنا اول ناس نجيو ضده نايب عنده فساد يخوي خرجوه ما هو الفساد اللي عنده وهو كقضاء وفما آليات دستورية نرفو عليه الحصانة وتتم مسائلته قضائيا اذا لزم معناها باش يتحاكم وكل يتحاكم على روحه الديكتاتوريات راهي حرية راهي باش تمنع حرية التعبير الديكتاتوريات راهي ما تبنيش راهي تخرب انتي اليوم شادي الميكرو تحاور فيها غدوة ما تجمش تصلي ما تجミس تحاورني في ظل دكتاتورية انتي بنفسك مهدت غدوة تجم تلقى روحك بلا قناع متاعك هذي يتنحالك القناع القناع متاعك هو القناع متاعك انتي القناع اللي انتي تتعامل به هو حرية الاعلام اللي هو مكسب من المكاسب احنا الاعلام نتوجعه منه ويضرنا ويهاجمنا ولكن نقوله مثالش في سبيل توجي وقت وتوجي تستوي العملية وتوجي وقت والاعلام معناها يعرف حقائق الامور وتولي معناها اعلام حقيقي وطني واعلام معناها ينجم وهذا كله نصبره وما ردوش الفعل نقوله مثالش مثالش الحريات هذه توم بعد تتأسس احنا نأسهل الاجيال القادمة عدد كبير من التوانسة قالكم ارحلوا لما كان لكم بيننا فستوا انا اقولهم رحلون لا مش صحيح انا دخلتني انتي بالانتخابات خرجني بالانتخابات هات نعم الانتخابات مبكرة خرجني وريني شنو برنامجك زيدا بلكش احنا رانا سيدي تاتا احنا ولاد البلاد هذي راه حتى اللي بش يجي بش يحكم في بارد ولا في القصبة ولا في الرئاسة بش نقولونه شنو برنامجك شكونك انتي ساعة شنو برنامج كنتي شكونك اعطيني شنو يتلموا خمسة من يا اخي اول مرة تصير مسيرات ومظاهرات في تونس حداشن عام احنا عشرة سنين الثورة المسيرات والاحتجاجات وكل تصير على مواضيع شدع قالوكم ماذا قدمتم في حداشن عام شنو قالوكم اش قدمتونا كسعب في حداشن عام قدمنا برشا حاجات قدمنا برشا حاجات ولكن ديما الخطاب السلبي والخطاب التحريضي هو اللي طاع على المشهد وهو اللي خارجت والصورة كما قلت الصورة بتاع البرلمان اللي خرجت خايبة ما نتخليش الناس تشوف ما تخليش الناس تشوف ما تخليش الناس انا عاود نرفع التحدي مرة اخرى نقول لك جيب لي نرفع التحدي جيب هات شكون اللي عمل لي فلوس وشكون اللي خذي حاجة اتور وقلناها قال دكتور عبدالتف المكي مئة المرات انا في عشرين التصريحات نقول لهم اي نهضاوي عنده فساد ولا اي نهضاوي خذي فلوس ميديوني واجه حق جيبوه تطلقاني انا اول واحدة نجي ضده الفساد الناعم بلا وثائق وبلا ادلة سيدتي اه ذات انتو ما تعرفوه انا ما نعرفوش فساد الناعم اذي انا ما نعرفوش انا نعرف الفساد فساد والفساد لازم تكون عليه ادلة ما فماش فساد نعم ما نعرفوش انا هذي الاف المليارات في تونس دبخرة من 2001 شلتوين مشاهد مليارات متاع شنوة مليارات متاع شنوة النعانية الدولية لدخلة الكل ونفاق برا شوف مش عندك حق النفاذ للمعلومة انت صحافي وانتي صحافي تنجي بتعمل استقصار هاوكا شوف الاعانة وين جات وين مشات وين تعملت هاوكا يسألوا رئيس لاجت المالية هيكل المكي واسألوا قبله هو منجي الرحوي تووا تشوفوا تووا يقول لكم ما عنده هو معناها المهمة التشريعية وعنده كذلك المهمة الرقبية لا 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 في كروش النهضة قلوا هات دليلك هات برهانك وانتي شعمل تقول له وينو دورك الرقابي على الهيبات والفلوس اللي تجي وانتي كصحافي زيدة انتي كتطالب فيها حتى انطالبك حتى انتي عندك دور كتونسي انتي تسمع انتي كصحافي تسمع اللي فما مليارات من الهيبات قاعدة تمشي تسكت ماكتبش تبحث تعمل بحث استقصائي وتفضح تفضح تفضح تقول فلاني هز كذي مليارات كيفاش هبا تصلح البلاد المالة كيفاش يلزم الناس كل تساب ويرزم فضح الفاسدين هذوما اللي عنده فرنك فساد افضحوه هم قالوا الشيخ الملياردير يعني عنده الاف المليارات وعمره مخدمه نهار يحكيوا عالغنوش وعال الثروة الكبيرة ويحكيوا عالروس القرابلو والله ماذا بيا ناخذ قايمة فيها الناس اللي تقول الغنوشي عنده ثروة كبيرة يعطيونا القايمة فيها الحاجة الثانية إذا نمنو بالدولة ولا ما نمنوش احنا نمنو بالمؤسسات ولا بطرنا اليو هاوكا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصيفته رئيس برلمان ورئيس حزب عمل فيها تصريحة بممتلكات حتى لعبونا بها سمحني حني الهز رزع حتى انا تول نجم نقول هذاك الصحافي في برنامج بلاقناع راه هو عنده تلاعب وراه ياخد فيه اموال اجنبية حتى احنا عريانين جريانين معنا حتى فرنكمل هاو الجواب انج حاب نجاوبك هكا حتى انا نجم نقول عليك لاتحب سهل الكلام سهل الدليل هو الصعيب هاتو الدليل هاتو البرهان هاتو الدليل سهل اي واق انا نجم اليوم توا قاعدة نعم لك اقول اذاك سرق سهل اشفا كل ما تخرج من فمي اما هاد دليل اللي هو سرقه يطرح ميجيش الكلام هذي يراو هذا كلام غير مسئول وكلام لا اخلاق ولا قانوني زادة مش هكا وقت اللي يتعلق الامر بمسئول في الدولة مثل رئيس البرلمان يا اخو يا هاني عندكم كما قلتلكم عملنا لكم ما انا ما عملنا شاي احنا ولا ما عملنا شاي النواب عملنا لكم قانون للنفاذ للمعلومة بش يمكنكم كمواطنيين وكاعلاميين بش توصلوا تاخذوا المعلومة القانون هذيك لسي اونزيان في العالم لانه على مستوى عالي من الشفافية واكبر قدر من الشفافية وعدينكم اكسية بش ترقبونا اللي قانتم تاعنا بش ترقبونا ممتلكاتنا وحركاتنا وسكناتنا وهمساتنا وانتي توى انتي توى انتي منخرط في الشأن العام واعلامي وفاهم لطرح الكل هاني مش نسر بالله هي ما تجيش انا نسر لك ما بيساش خليني نسر توى انتي تتصور راشد الغنوشي عنده ديفان اللي سيت وعنده فلوس معناها غير مشروعة وهكا معناها الناس قامت سكتت عليه هكا يا طيبين اوي معقول هذا اذا كان ثم نهضاه ويخذيه دوره 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 واكلة بيض اللي معاش موجودة ذاك بلاش تيوم ما يملؤوا لهم في كروشهم بالفارق وينو اللي اخت بتاع سامير ديلو وينو الاشاعات اللي اتعملت على نواب النهضة وعلى اش اسمه حمدي جبالي وغيرو والهاروني وينو الكلامة ذاك هيك كله 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 داخل في اجندة الترذيل والتشويه والمعارك اللي اخلاقية الدنيئة على خاطر انتي انا انتمي الى تيار سياسي معين انتي تنتمي الى تيار سياسي معين الحوار يلزم يكون سياسي في التوجوات وفي الرؤاء وفي التصورات مش ندخلوا من تالي للاعراضة متاع العباد وندخلوا من تالي للذمة متاع الناس ونحكيوا فيها ونلبسوا على الرأي العام ونعملوا معناها المغالطات هذا ميجيش وهذا هو اللي فسد المناخ في تونس وهذا اللي قادنا للمسألة هذه وسمحني معناها جزء كبير من الاعلام انخرط في الشي هذا فما ناس عنده فيرمات وفما ناس عنده المليارات اللي عنده فيرما نسألوه مني نجابة بالك وارثها لا مش ويرثين سمح مش ويرثين انا نحكي عالممتلكات بعد 2011 ايه معناها كي صارت طورة النهضاوية معاشي نجمهم لكم بعد 2011 من اينا لك هالو اي باي انا ما انت كي نشري كرهبة ولا نشري ما نعرفش كرسي من شهريته ومن عرش عليها ماك سيريا كتكتبسي سيريا كرهبة من على طراز يعني 300 مليون انت طالعة منين خليك خليك خلييني نسألها نحتي معهم اسأله منين جابها قلوا بجيبوا سيد هذا فلان بن فلان يعيشك عندك كرهبة انت نعرفك اللي تخلص مثلا ما نعرفش انها 3 ملايين 4 ملايين ولا زوز ملايين ولا حتى مليون عندك كرهبة ب300 ملايين عايشك كل يمنين شريتها كوي ما يعطيكش ما يعطيكش عندك الهيئة الوطنية لمن وقاومة الفساد ابيدة مسؤول على الفساد اه هكاكا عند انت يططعن في كل شي انا معاشي نجم من معناها من عرش فم مثل مادام زميلة فم مثل في الجنوب يقال سارق المعزف نزمش تسده في يده هي تصايح هو كلاها وبلعها واظبعها وقدها صحيح هذا ما يجيش ديما ثم تراس وديما اللي شريح حاجة ثم عملية بيع وشراع ثم كونترا ثم فلوس باش تخلص قرير الدولية قالت تونس جنة ضريبية جنة تلاعب جنة المليارات اللي تتحرك سبين سلو برا برا انا اراني هذا ريتو كلامي هذا انا لا امفي رأى وجود الفساد في تونس موجود رأى الفساد في تونس وفما ناس فسدين موجود ما قلناش له في حركة النهضة في حركة النهضة انا ما ريتش ما عنديش ما عنديش حتى حتى قيادي في النهضة ما ريتش عنده فساد اذا انتي عندك انا طيبة ان شاء الله نبقى في الطيبة بتاعي اي 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 اما اذا كان ثم نهضاوي عنده فساد جيبوه خلي نحسبوه خلي نحاكموه خلي نطبق لي القانون ما معلوا سياسيون في حق هذه الدولة انتي راضي علي والترقد ما نيش راضي علي وعبرت على مواقف مئات وعشرات المرات ما نيش راضي على الاداء وما نيش راضي على الحصيلة ولكن زادة ما نرضاش بالانقلاب ما نرضاش بالمصار هذا وانا كنت نتمنى انه سير حوار وانا من انصار اعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية خلي الشعب التونسي عاود تقول كلمته انا من انصار تعديل القانون الانتخابي خدتم الاغلبية والزيت والدنيا الكل وما صار شي البلاد كلها فاشي لا بمختلف الاطياف السياسية من 2011 للان البلاد هي ولا مسؤول لا بسامحني لا اي متفهمي لكن هي البلاد هي الاطياف السياسية فقط هي الفاعل الوحيد البلاد هي الفاعل الوحيد العديد من الفاعلين في البلاد هذي ثم مجتمع مدني ثم اعلام عنده دور استراتيجي ثم رجال المال والاقتصاد ثم المنظمات هذي كلها اطراف في البلاد يذهب كل السياسينا للجحيم المهم يتصلح حال البلاد المهم ترجع بلادنا بخير معايا في الفكرة شفت محليك توا توايناش كنت نقول نقول النواب والاشخاص والاسماء زائلون رك انتي اليوم لازمك تتدفع البنية هيكي تعرف البنية هذيكا قديش عندها ولا من عام الف واربعمائة وعشرين لكنها دونيست مجلس نواب دونيست دنستها الكتلة الفاشية دنستها بقايا المنظومة القديمة اللي حاقدها على الثورة ما أنا خلنا حكيه بلا قناع تقيقة انت بتقول الفاشية وهو ما يقوله لأخوان زية والاخرى يقول انتع الامارات والاخرى انتع قطر والاخرى انتع تركيا خليني نكملك أنا طوى نحب نبني على كلامك الباهي اللي قلته الفايدة في تونس القصبة هذكا قصر تاريخي وهو مركز الحكم المؤسسة هذية مركز الحكم فيها تاريخ كامل وفيها معناها ماضي واعلان الجمهورية الاولى تم لهنا واعلان الجمهورية الثانية تم لهنا وبالتالي اعلان الانقلاب للأسف الشديد منجمش يتم لهنا تم غادي منجمش يتم لهنا اليوم الاهم هو المؤسسات كيتحافظوا على البنية هذيكة تمشي جميلة تجي فضيلة تمشي سوكينة تجي باهيجة مهم مش هذا المهم احنا الانتخابات تهزنا والانتخابات تجيبنا فما بنيا ما اهم ولكن البنية هذي البنية مش حجر البنية اللي هي المؤسسة التشريعية اللي تمثل الشعب التونسي كيفاش مش يعبر اليوم على صوته الشعب التونسي سمحني شكون اللي يمثله شعب اليوم هنيتان قولي كان قولي ترا الشعب التونسي في حاجة الى بنية من نوع خاص شني وهي بنية السياسي اللي خاف ربي وخاف بلاده اين نحن من هؤلاء في بلادنا طوى قطلك البلاد اليوم في حاجة الى مؤسسات ما تهربش عليا قطل جبانية السياسي اللي خاف ربي وخاف على هذا الشعب قولوا للسيد الرئيس هذي قولوا يا السيد الرئيس خاف ربي وخاف على هذا الشعب وما تزجش بالشعب متاعك في مناكفات وفي عنف لتوهم عقباه وقلوا جمع التونسة ما تقسمهمش وقلوا وراهوا السياسيين الكلهم يخدموا تحت الغطاء متاعك ناديهم حطهم قدامك حاورهم وقلوا هات نلقى خلول للبلاد هاو شلو ايه لزموا يعمل الرئيس ما هوش سياسي الرئيسة ما هو سياسي ولا ليه هكا هو المسؤول الاول على ما يحدث في تونس سمحني هذا الكلام هذي اللي تقولوا له نحبوه هو يخاف ربي في البلاد هذي ويجنب الناس اي مصيبة ممكن تحدث اليوم في هالتجمعات هذية يتحمل مسؤوليتها هو قدام ربينا راخل لانه هو مشابينة للمسار هذا في حين انه عنده خيارات اخرى عبرت عليها انا تو اعكاري نجم يدعو الى حوار يدعو الى انتخابات تشريعية يدعو الى تغيير النظام السياسي يدعو للي يحب هو هذا كله ما عملوش خلاه ديكوتيا ومشي لحاجة اخرى حاجة خطيرة والشعب يدعي ربي بس يلسين الكل بلاد مزيت بلاد ما بيها شي تونس تبقى دي مواقفة وتونس مش هذي اول هزة صارت لها كمشي على طريق المدين نشوف الجواع لا لا نشوف نشوف في كل شي بالله ما تحطوناش في برج عاجي واحنا ما نشوفوا في حد شي احنا جواع منهم وإليهم في عائلاتنا وفي جيراننا وفي صحابنا وفي حبابنا واحنا منهم احنا بيدنا عائلاتنا رامزوية ولبالك شيرانا جايين من درامنين وعنا بطالة احنا اخوتنا بطالة وهنا عادي معناها كيما النس كل نتقاسموا نفس مقاسي الشعب هذا اللي عيشوه التوانسة مقاسي احنا نعيشوها معاهم الكورونا هذه ما اصابت النس كلهاي اصابتنا اينا مرتبة ثلاث مرات شبيني انا عايشة في قصر من عارفش الفوق في السم السابعة كيما التوانسة نمرض عندي في عائلتي شكون توفى من الكورونا وعندي في عائلتي شكون مرضوا عادي معناها كيما التوانسة لكل اللي يصيب التوانسة يصيبنا احنا بارتاش كل شي معاهم منش معزولين عليهم احنا ويهم كيف كيف